النقطة التانية اللي انا عايز اروح ليها هل حضرتك لك يعني اختيار معين كنت شايف ان هو الافضل في تدريب المنتخب عن كيروش ومن هو والله شوفي اديلك بس حاجة كانت من غير رد ديبلوماسي لا 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 ما ردش ديبلوماسي ايوان عايز اسمع اسامي مش اسمه واحد يعني كان فيه راجل هارفي بتاع المنتخب السعودية المدرب السعودية اه كان كنت انا برشحه قبل برادلي وقبل كوبر وفي الفترة اللي فاتت بس طبعا السعودية خطفته راح طبعا مع المغرب راح كاسعالم وكان يعني مرتبه كان عاش الطلب ببعض انا كنت برشحه يعني النهاردة بيدرب السعودية وعمل يعني وانا بقيم مدرب مدرب بس لازم يكون عندهم من الخبرة فانا وانا بختار اذا بختار بعنايه راجل يكون لعب ما تشاته دولية كتير لعب يكون عنده خبرات يكون شخصية عنده الموهبة عنده الادارة على السيطرة اعلاميا بيشتغل كواس اول مع الاعلام عشان بيبني بنية تحتية بيشتغل 24 ساعة يعني انا مش بستنى لما اللعيبة الجيلي وبعدين ابتدي اعمل معسكر وبعدين ابتدي اشتغل لا انا كل يوم في نادي وكل وقت عمال اتابع اللعيبة وشغل اشتغل ان انا ثبت التشكيل علشان تثبيت التشكيل اللعيد عارف ان انا نمر واحد ونمر اتنين يبقى معروف والتفكير بتاع الطريقة اللي انا هلعب بيها والطريقة اللي انا لعب بيها ما هي السبت يا نهوان الطريقة دايما زي موسيماني برضو بيعمل البسطة ايه اوقات بيلعب على المرتدة اوقات تانية بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد فيه المدرب يقزل عنده المرونة كان في فترة من الفترات كان فيه مترشح السؤال بتاعك ايوه كان مترشح اربعة الاسامة اللي انتوا عارفينها طب ما نقولها تانية انا عارفينها ايه مشكلة ما الناس عارفة اذا كان اظن اهاب حسام البدري حسام حسن حسام حسن حسام البدري واظن كان فيه واحد رابع طيب لما نقيس الخبرات في اللعب وفي التدريب وفي الشخصية وهو الاخر نقول ان حسام حسن حسام حسن هو مفروض ان هو اللي يبقى اكتر لكن يعني تبارات كتير حقيقة يعني كلا راحل اردن عمل معهم طفرة غير طبعية في الفرق مع المصري داخل فرق لا وكارزما وروح ويعني هو لي وضع شديد الخصوصية كان بيس احيانا بيتقال عليه ان هو فيه احيانا اخطاء وعصبي وانا معاهم في المفضوع احيانا في وقت من الاوقات كان اعصابه اتفلت منه في الفترة اللي فاتت التدى بقاله سنتين تلاتة المراحل مصري فيه فيه كنترول الى حد كبير انا عشان اكون كاره فلان او انا مش حابب اتعامل مع فلان الاعتبارات والمكان ده المبنى ده يعني يعني ياما فيه ناس يشهد هاي على كفاءة عالية جدا وترشحت للمنتخبات ما اتخدتش لانها عايزين مدرد بيه موصفات معينة والموصفات دي لا يتحملها رجل محترم لا يتحملها رجل محترم فبالتالي هتبص تلاقي اللي بيدير دايما عايز نوعية معينة مش شخصية حسام حسن او حسام البدري لما بيروح اي حتة مع الناد الايلي عمل بطولات فلتروح افريقيا الناس عرفات بتشوفك سواء في النجوم في مجالهم نجوم في مجالهم لما نقارن حسام حسن بيهار جلو ازاي حسام حسن بمين بيهار جلو اي منطق اي منطق يعني ازاي يعني كلعب اي كتدريب ولا كدرجل عميد لعبة العالم رجل رح تلت مرات كاسعالم هو ابراهيم كزهير يمين منتخب العالم فانا الولاد بلاش حسام هجيب مدرب اجنبه مدرب اجنبه اختاره بعناية انت محتاج لولادك على اعلى مستوى محمد صلاح عندنا نية محمد صلاح بس عايز ليطلعهم ويهتم بيهم والله الشعب المصري مليان كريم احنا مصنع حقيقي كل يوم في انتاج جديد يعني احنا مسك قطاع الناشئين من ثلاث سنين اواربع سنين عملت جولة كده في محافظات اختبارات واحنا حوالي تمامتاشر محافظة شفت ولاد اه طبعا والله شفت ولاد ده تقولي ميسي بقى ولاد بتاعك الولاد تحس ان يعني مش هنا عينيه بتلف حوالينا وقدي كده وبعدين بيعمل المهارة لا فيش مدر بعلمه الموهبة دي ربنا مدهاله محتاج العين اللي تشوفه علشان تدينه ده صح فسؤالك القوي انا جوبت عليه وبأمانة مش عايز حد يزعل مني انا بقول ده الوجه الله ان انا بشايف ان وانا بختار الكفاءة بختارها علشان منتخب بلدي يوصل للمرحلة ان انا فيها فعلا اروح كس عالم وانا قلبي زي الحديد مبقاش راح خايف وانا بلاعب السعودية او بلاعب ارجواي المنتخب الاردن مع حسان وريم ارجواي متعاجلين معهم في ارجواي عاملين شغل واصلين تصفيات كس عالم وحاجة يعني يقن مع الاتحاد مع المصري عموما قدينا هننتظر كده كده لا نملك غير الانتظار وهنشوف الفترة جاة هيحصل ايه اما ربنا يوفق صوتنا اما حنتشل كلنا كشع لا بعد السر لا 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 هم يعني اي حل تاني أعمل St gjort هل تاني الدعم اعطاء شكرا Jakob